أزائي وأحبتي الكرام الجمع الحضور في مؤتمرك وحدة الأمة الإسلامية بين معوقات الذاتي وتحديات الآخرة بين نفخ في النعارات الطائفية والفتن الغربية هو حديث المجتمعين في الدورة الخامسة والثلاثين من مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران والمشاركين عن بعد المؤامرة ما زالت قائمة الخطر ما زال قائما الجهد الأمريكي والإسرائيلي والاستكباري على تمزيق صفوف المسلمين ما زال مستمرون تداعيات الأحداث الماضية خلال عشر سنوات أيضا ما زالت موجودة وحاضرة قائمة من المخاطر وتحدياته طرحها المجتمعون وأخرى تحمل حلولا لها الحل يتمثل في تنفيذ ثلاث دوائر هي المعرفة والتعارف والاعتراف وإذا كانت تطبيع مع إسرائيله قد أحدث انقساما بين الأنظمة في رأي البعض فأن هذا لا يعني حدوث شرخ بين الشعوب يقول آخرون كانت حكومات موالية لإسرائيل اليوم بدأوا على السطح يظهرون لكن كم هذا سينجح أنا أعتقد أن هذا سيزيد من عزلتهم عن الشعوب واجب علينا أن ندقوا من هذا المكان من هذا المؤتمر كمنبر لندقوا لكل المسؤولين عن أمور المسلمين اليوم سندقوا إلى أمة واحدة والصف واحد لأجي هذا هنا الكفة للأمة المسلمين تسمر فعاليات المؤتمر خمسة أيام وستتوج باجتماع الحاضرين مع المرشد الإيراني على غرار السنوات السابقة مؤتمر الوحدة الإسلامية حدث يتجدد سنويا من أجل استنهاض همام الأمة يقول القائمون علي فالمؤتمر يهدف إلى البحث عن المشتركات وإلى تعزيز الوحدة بين الشعوب تنفيذا لا تنظير أحمد البحراني طهران الميادين